السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي أبطال تلتة عدادة عاملين إيه وحشتوني جدا جدا يا رب تكونوا وكلكم بخير إن شاء الله النهاردة هنحل إمتحان على درس جمهورية الهند وقبل من نبتدي نعمل لايك للفيديو شير والاشتراك في القناة وعلى زر جرس لكل عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله ولو في أي سؤال وقف قدامكم اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم بإذن الله نسمي الله ونصلى الرسول الله مصلي وسلم مباركة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السؤال رقم واحد أمام الخريطة للهند اكتب ما تدل عليها الأرقام التي عليها رقم واحد على الخريطة هي دائرة عرض إيه مضار السرطان رقم اتنين دولة بوتان رقم تلاتة هضبة الدكن تلاتة هضبة الدكن رقم اربعة جزيرة سيلان رقم خمسة على الخريطة هي جبال الهيمالايا رقم ستة مدينة إيه قلقطة مدينة قلقطة رقم به أكتب ما تشير إليه لابراتين الأتياتين مدينة بالهند تتميز بوجود الجامعات والمراكز الصينية هو المعلم التاريخية المهمة دي مدينة إيه نيودلهي يبقى مدينة إيه نيودلهي مصادر الطاقة لجأت إليها الهند لإفتقارها للبترول ومصادر الطاقة الأخرى الطاقة النووية والقهربائية الطاقة النووية والقهربائية لجأت إليها الهند ليه؟ لإفتقارها للبترول ومصادر الطاقة الأخرى ماذا يحدث إذا؟ كان إنتاج الهند من الفحم قليل إيه اللي هيحصل لم تكن الهند من الدول المتميزة في صناعة الحديد والصلب ماذا يحدث إذا؟ لم تهتم الهند بالتعليم والبحث العلمي رقم واحد لم تستطع مواجهة زيادة عدد السكان لم تتطور الصناعة والزرعة به رقم اتنين اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين تقع العاصمة التجارية للهند في جهتها الغربية تضم مدينة نقاط العديد من المراكز الإسلامية مدينة حيدر أباد تقوم مصر باستراد نقاط من الهند مصر بتستورد إيه من الهند؟ قطع غيار السيارات بتستورد مصر من الهند قطع غيار السيارات صوب ما تحته خط تعد الهند نقاط أو تعد الهند إيه دول العلم سكانا ثاني دول العلم سكانا بعد مين؟ بعد الصين يبقى تعد الهند ثاني دول العلم سكانا تمتد سهول إيه على خليج البنغال شرق الهند سهول كروماندل بتمتد على خليج البنغال شرق الهند تقع موظم دولة إيه داخل حدود الهند دولة بنجلدش بتقع موظم داخل حدود الهند جيم دلل جغرافيا تنوع النبات الطبيعي في الهند حيث تنمو الغابات الموسمية على السواحل الغربية والشرقية وتنمو الحشائش القصيرة على هضبة الدكن دلل تتعدد موارد المياه المستخدمة في الزراع في الهند هقول إيه؟ حيث يتم استخدام مياه الأمطار والأنهار حيث يتم استخدام إيه؟ الأمطار والأنهار في الزراع في الهند تاني إيه الدليل على تعدد موارد المياه المستخدمة في الزراع في الهند هقول حيث يتم استخدام مياه الأمطار والأنهار في الزراع في الهند وكده حبايا بنكون إنت هنا من حل أسئلتنا النهاردة أتمنى يا ربي أن الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهولة واليسر وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح ولو استفدتم الفيديو اضغط لايك وشيرو والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس كله عشان يوصل لك كل جديد بأمر الله وألقاكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته